اشتركوا في القناة هالبلد بلد الحرية والأداسية اللي هو بنظرهم اختاروا بلد شقيق لبلد العراق انهم يكونوا فيه رغم انه لبناننا الصغير اكيد ما بيستوعب اعداد كتير كبيرة وخاصة فيه من كل الدول موجودة بالبنان ولكن اختاروا اخوتنا العراقيين لبنان لانه بحسونا انه نحن وياهم عيلة واحدة بتجمعنا المحبة بتجمعنا تعليم الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة ونحن نؤمن بانه بعد كل هذا العذاب سيكون لنا لقاء بالرب سيكون لنا لقاء بالاخ الاخر الحر يلي رح يكون من بعد كل الظلم والعذاب يلي عيشوا في قيامه مثل ما عم نشوف مناطق كتير عم تتحرر بسهل نينوى ولكن هالحرية يلي عم ينحكى عنا هل يترعى ستكون بادرة خير للاخوة العراقيين يرجعوا على بلداتهم كتار منكن كتبوا لا ليمحوا الدمار لا ليمحوا مرور داعش على مناطقنا لا ليمحوا الغزو الاسلامي الذي احضق بمناطقنا وهدم بيوتنا وهجرنا نحن كمان معكن رفعنا الصوت عبر نور الشرق عبر صفحاتنا على الفيسبوك انه اكيد لازم نحمل هامكن لازم ابدا ما نمحي هالاثار ولكن يلي قادر يكون ببيت ولا شلق يرجع على وطن ولا شلق كتار منكن رافضين فكرة الراجعة ونحنا اكيد منحترمهم ومنحترم قرارهم ناس كتار بيقولولي كاترين صار لنا سنتين وثلاثة شهر تركنا العراق مقتنعين انه تركنا بلدنا لقولنا حل لأطفالنا لشبابنا للناس يلي مرادة من العيال اللي نحن موجودين فيها هالهام يلي حملينه نحنا وياكم اليوم اكيد رح نرجع نحكي فيه وتباعا وتكرارا وبتفاصيل اخرى عبر الاخبار مع رانيا يلي بدي حديها حييها موجودة معنا بالستوديو وكمان اكتار منكن بيعرفوا قديش في كاهن محبوب عقلبكن وقلبنا نحنا قلب اسرة العراق اونلاين ابونا دوريت بربر موجود معنا بدي حييك اللي الفرحة كتير كبيرة موجودة كبينتنا مش بس انا كل الناس يلي عرفوا بوجودك معنا فرحنين فيك انا اكتر على وجودي معاكم وان شاء الله دائما نلتقي مع بعضنا بالفرح وبالطرح وان شاء الله نقدر نقدم شيء لشعبنا العراقي شعبنا المسيحي لكل العالم حتى يحقق ملكوت الله ان شاء الله بين العالم هللويا وجودك اكيد خير وفرح وبركة معنا اكتار اكيد مرأوا عبر نور الشرق ببرنامج العراق اونلاين وكان لهم بصمة طيبة ان شاء الله الليلة على مدار ساعة ونص انا ويكون من البث المباشر نقدر نوفيكن وقت فيه فرح وقت فيه امل بافكار وايام جديدة جاي يا ابونا اليوم امالنا معلق عليك بالحلقة مع هالوجه الحلو والصوت الرائع والضحكة يلي هي بالفعل هالعطاية هي من الله بيعطينا اياها انه نقدر نخفف خلال حلقتنا اليوم عبق هجرت ومعينات اخوتنا يلي هنه اخوتك وعيلتنا الكبيرة العراقيين رانيا مجددا اكيد هالاسبوع حمل اخبار كتير حمل يمكن ذكريات بشعة لاخوتنا العراقيين للناس يلي شافوا بيوتهم والدمار والهدم عيال حررت مجددا مناطق اتحررت كمانا بدي حييك مع كل الاخبار يلي هيك بتجرب بتجمعيناها خلال الاسبوع واكيد فيك تقدم تحية لكل يلي عمي تبعنا طبعا انا بحييك كاتيرين وتحية لكل المشاهدين والاصدقاء العراقيين وللجميع وان شاء الله يكون هالبرنامج محطة محطة فرح كل اسبوع للعراقيين نعم متل ما لاحظتوا على خلال هالخمس الحلقات يلي مرأوا قبل اليوم اخدنا هدف انه يكون الاشخاص هنفنانين لنغلب الدمار والاسلحة بالكلمة والنغمة فشو رأيكم نبلش هيك نفاجئوا لأبونا دورايد نبلش الحلقة ولو هيك بمقطع صغير بصوته انت اختار يلي بدك يا أبونا بعتذر على الأحراج بداية الحلقة مرسي يعني مبدئيا ما فيك تغرب ما في يعني اترك ترتيلة او غير ترتيل لكن راح هيك رحلت لكم ترتيلة ربي ما مصير الخطأ هي كلمات بالجملة قالها القديس عبدالأحهد والاستاذ طلال وديع كم الكلمات بطريقة شعرية رايعة فبوقت لحنتها يعني لحنت الكلمات ووزعتها موسيقيا وسجلتها في السيدي اللي كان السيدي الأول اللي عملته كنت فيه بغداد نعم راح رتل شوية من هذا يا ربي ما مصير الخطأ ربي 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 ما مصير الخطأ ربي كيف لي أن أنا في هدوء وسلام وقريبي كان كان جائعاً ولي الشر ولليأس طايعاً ربي اجعلني له قوتاً ربي اجعلني له واعوناً لكي نبني ملكوتاً ربي كيف لي أن أهدى كيف لي أن أسمت كيف لي أن أهدى كيف لي أن أسكت والزلازل تصدع بيت أخي والخطايا تنفر قلب أخي ربي اجعلني له واعوناً ربي اجعلني له حكمةً لنبني داراً ونشفي قلباً ربي 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 اوقعونا يعني يمكن ما بيعود لنا حق نحكي من بعض هالكلام الرائع ولكننا مشبورين نكمل كنت بتمنى تكون هالختام تناخد معنا هالزوادة الرائعة شفتوا مشاهدينا الفرق بين الإنسان يلي بيعرف الله ويلي وقتاً يكون فيه شر وفيه هالذات ويمتلكه شر من حوالي كيف بيحارب نعرب هالدعشية ازا بدنا نقول او هالهمجية او الناس يلي بعد ما عرفوا الله نعم رغم كل حياتنا ومنضلنا بتوق لالله مع هالكلام الرائعي يلي شفناه نشوف قداش الإنسان بيعرف قيمة خطيته وبيعرف قيمة عذابه وخاصة يلي بيعرف يحول حياته لنور الله نحنا اليوم قدام هالدمار كله قداش بعدنا قدرين نتحمل قداش بعدنا قدرين نخفر هون قوتنا المسيحية اكيد الظلم بشع اكيد الدمار كتير قوي يلي صاري ويلي عم نشوفه ومنعرف بالفعل قدام في تاريخ عم ينجرف مع هالدمار ممكن بالبيوت وتعبكن تعب أجدادكن بكنيسكن الشوارع يلي عم نشوفها بكارمليس ببرطلة ببغديدة بكل هالمناطق يلي بالفعل وجعتنا ووجعتنا كتير انا وياكن اذا نحن اليوم مدعويين مجددا نرجع نجرب نحط الكلمة والرجا والقييمة ونغير هالدمار البشع يلي اكيد ما انه صعب انه ننسى كتير صعب ابونا وحد يسامح ولكن هيدا ايماننا نعم وهيدا رجينا نعم نعم يعني ايماننا هو مبني على الغفران على المسامحة ايماننا مبني على قيامة الرب وعلى الجمل اللي كان يقولها ربنا يسوع المسيح اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون لربما صاروا يعرفون اجد يعملون لانه يعرفون احنا مسيحيين وتصور متقصدين لانه هالتقصد اللي كان عن جد يعني تقصد عبثي بمعنى الكلمة بكثير مناطق ما حرقوا بيوتهم لكن في المناطق المسيحية خاصة يعني خلينا نقول قرقوش وبرطلة وكرمليس واما اذا بخصوص باطنايا وبعض الاماكن فمسحوها من من الارض يعني مسح بسبب المفخخات والمتفجرات اللي حطوها تحت البيوت او بسبب القصف العشوائي في كثير من المرات وبعض البيوت لم تقصف لكن حرقت وكان الحرق بمواات حارقة البعض يقول وكانوا استخدموا مواات حارقة قوية يعني مثل المعرف اذا هي نوع من المتفجرات او نوع من المثلان سيفور قالوا هكي شيء ما متأكد من هذه المسألة بس وقت اللي زرت قرقوش قبل ما اجي على لبنان رحت زرت دارمار بولوس اللي كنت مدير عنه قبل ثلاث سنوات وزرت ايضا سيمينير وزرت ايضا بيتنا وبيت خيي وبعض البيوت طبعا من دخلت عالبيت ونسبة الحريق يعني كان وكأنه احنا عم نمشي على الرمات وحتى المرمر اللي موجود بالبيوت كان ذائب يعني كل الاشياء ذابت انا يعني الستوديو اللي كان عندي بالبيت ما في ما بقى شي من عنده يعني والغرف المكتبة الكتب كله حرقوا وبطريقة يعني بطريقة متقصدة جدا انا بوقت الوقت اللي دخلوا على قرقوش كنت باتصال مع بعض المراسلين بذكر من عندهم الاخ ويسام والنشوان وبعض الاخوة اللي كانوا بالقيادات في الجيش او في القوات كردستان يعني بشمرقة فكنت باتصال مباشر يقول حبوا الجيش يدخلون قبل ما يدخل الجيش بدقائق بل شو يحرقون البيوت بل شو يحرقون البيوت يعني بقيوا كل هالفترة وكأنه ناطرين بس للأهر بضبط وكأنه كانوا ناطرين تينتقموا يعني من المناطق المسيحية خاصة بالمناسبة البيوت اللي غير مسيحية يعني الإسلام ما حرقيها الجامع ما متأذى في منطقتنا لكن الكنائس كنيسة الكبرى حرقوها يعني حرق وكأنه متقصدين مجمعين كل القنبات حول المذبح المذابح يعني ثلاثة مذابح وحرقيها وكذلك كنيسة مار بهنام وبعض الكنائس الأخرى يمكن ما لحقوا ويحرقون بعض الكنائس الأخرى الحمد لله والشكر مثل كنيسة مار يوحنة وكنيسة مار زينة مار يعقوب وكنيسة مار غورجيس وبعض الكنائس ما لحقوا ويحرقوها لكن البعض الآخر حرقت بطريقة أشوائية لا بل كانوا يستخدمون بعض الكنائس يمكن موجودة عادكم بالصور وبثيتوها في الحلقة الماضية وحق القبل الماضية بثيتوها أشلون أنوا يستخدمون الكنائس كساحة معركة وساحة تدريب بالضبط الساحة التدريب والقنص وتدريب الطلاب الجدد الدواعش الجدد على الرمي وعلى الضرب للأسف يعني يعني حالة خلي نقول مزرية ولازم تعتبر مكان نائي يعني لأنه مكان لا يمكن لا يصلح للعيش إلا بطريقة كل صعبة يعني وأنا بقيت وقت اللي دخلت على بيتنا يعني تأزور بيتنا وبيت أخوية أو بعض البيوت الأخرى من جيراننا يعني بيت بابوكا بيت باسم بيت زكي كنت أدخل أشوف البيوت المجاورة عيوني كانت يعني تكويني وهذا المعنى أنه استخدموا أشياء حارقة متقصدة يعني وبقيت بحدود ثلاثة أيام عيوني ما في أشوفيها مليح يعني عم توجعني كثير هيدا دليل أبونا أنه كثير صعب العودة خاصة بهالفترة نعم نعم يعني داي حاولون أنه يعملون بأي طريقة من أجل العودة أنا أشوفها بصراحة يعني حاليا هي مغامرة لأنه بعض القناصين أيضا موجودين حول مناطقنا السهلين نوا وأكو أيضا الخنادق الخنادق اللي ما سميه خنادق لكن مثل حفر نعم اللي يطلع داعش من خلالها يضرب يمكن قنبلة لا سامح الله يدوية أو قنص أو سلاح معين يستخدم لي ضرب بعض الأماكن فحاليا المنطقة نعم كل quiero أنه غرفة عمليات أولا لا أحب أنه إدم الدخول إلا عالي حالات خاصة أو يمكنما بأخد شخص متى يتأكد بأنه حالة معينة någonting وخاصة أيضا يكون نقطة أخرى أنه يقال أنه بعض الأiman المناطق مفخخة صحيح ، سمالنا الرشيد يستمر الإنسان يممكن أن يفتح باب وتفجر يوم أنا بصراحة دار مار بولس خفت شيء معين لأنه احتمال لحاطين قنبلة تحت الفراش أو لغم تحت الباب أو شيء هكذا فصورت المنطقة كعرشفة للمستقبل للأيام القادمة حتى يتوثق هذا الشيء وحالياً دا نوثق وهذا الشيء الأساسي حالياً هي مسألة التوثيق توثيق مناطقنا بعد خروج داعش وبعد دخول الجيش هذه المرحلة هي كلش مهمة حالياً لمسيرتنا مع مناطقنا أكيد أبونا كتار من الناس حملوني أسئلة رح جربتي بيعاً أكيد خلال الحلقة أسألك إياها كمانا أنتم مشاهدينا فيكن عبر التليفون الفيبر أو تليفون الأرض تتواصلوا معي جربوا وكتبوا قد ما فيكن أقل شيء ممكن بالرسائل على الفيبر مع نصار وصلي كتير لازم أقرأ لكي هون أبونا دوريد رح تشوفوا الأرقام بأسفل الشاشة أكيد وفيكن عبر الفيبر عبر الفون الأرض تتواصلوا أكيد أبونا دوريد وأنا ورانيا مستعدين نتقبل كل اتصالاتكم وأنا رح تيبقى عن مثل مواعدكم أسألوا لأبونا الأسئلة الموجودة عندي رح أخذ بعض الرسيل ونبلش مع أخبار رانيا عزة عزوز بيقلك مساء الخير مساء الخير أخت كاترين وأخت رانيا أهلا بكم وبضيفكم العزيز على قلبي أبونا دوريد الحمد لله للرب على سلامتك الوصول إلى بلد القدسين لبنان الحبيب عزيزي أبونا الغالي ربنا يحفظك وخليكم يا رب شكرا عزوز شكرا عزيز شكرا عزيز أوكي كامينا غيدة تحية محبة ووفاء لكم وتحية للأب دوريد ولصوته وأحساسه الرائع الله يبارك بكم نحن فعلا نحمل الصليب أصبحت معاناتنا أكبر من السابق لأن روح الشر دمرت كل ما هو جميل ونقي التطرف يزداد بشكل كبير والله وحده يرحمنا ويحمينا من شرهم نتمنى أن تتحرك المنظمات الدولية بأسرع وقت لتوثيق هذا الدمار والإبادة للشعب المسيحي في سهل نينوى للحصول على حق الحماية الدولية قبل أن يتم إزالة أثار الدمار غير مسموح أن تزال أثار الدمار الدعيشية قبل أن نحصل على حقنا كمسيحيين بالحماية الدولية لضمان عدم تعرضنا إلى التهجير والاتهاد من قبل المتطرفين مرة ثانية أنا بدي حييك غايدة كمانا بدي حييك اللي ناسي اللي عم يكتبولي على صفحتنا أنه بدكن قول أنه بيرفضوا أشخاص موجودين أبونا خارج لبنان خارج العراق وبيرفضوا أنه حدا يفوت يصلح لهم بيوتهم لأنه هن دفعوا عذاب وقهر بوعدهم عن بيتهم وعن عراقهم فأنا كمانا هون بدي ضم صوتي لألون وأكيد بنا نحمل كريسة للا سيدنا موشي أنه يسمح ما يسمح لحدا يفوت يغير معالم الدمار اللي موجودة كمانا يعني أنا حسن ما عرفت أنه عملوا إعلان الأسبوع الماضي الأحد الماضي لكل المصورين الموجودين والتصوير كاميرا أو فيديو اجتماع مهم لتوثيق كل قرقوش وبرطلة وكرمليس وهذه العملية راح تطلب عدة أسابيع مهما حاولوا إزالة الدمار ما ممكن يزال هذا الدمار وإحنا مع بقاء بعض الأشياء يعني ما كل الأشياء لأنه إحنا بحاجة إلى بيوت حتى نسكن يمكن راح نأرشف بعض الأشياء لكن من الصعب راح نقولها مرة أخرى أنه شخص يدفع مثلا ألف ألف دولار يعني عشرة أوراق يجار في أربيل في عنكاوة ويبقى يدفع يدفع بهذه الطريقة بس أكيد أبونا هون راح تتركوا حرية للأشخاص يلي بدوا يرجعوا مع أنه عم تقول أنت قلت بأول حديثنا أنه في خطر للعودة أكيد حرية الشخصية هي موجودة وين ما رحنا لكن أنا راح أسأل أيضا سؤال إذا غدا بعد غدا مثلا الموظفين في المستشفى طلبوا منهم بأنه كل شخص إذا ما بيرجع بالنقطع راتبه شو بيعمل إذا شخص مدرس أو معلم أو موظف في البلدية راح يقولوا لي قطع راتب إذا ما رجعت ما هو الحل هل راح يترك وظيفته أم يرجع يداوم في مناطقنا فهذه أيضا بعض الأشياء لكن الحرية الشخصية هي حرية موجودة اللي يحب يرجع اللي يحب ما يرجع اللي يحب يسافر بكل رحاب الصدر إحنا ناس كنيسة هي خادمة للشعب راح نقدم بكل طاقتنا وبكل إمكانياتنا وينما كانوا بكل مواهبنا إذا كنا في لبنان إذا كنا بالعراق إذا كنا في أمريكا في ألمانيا في كندا ويرر ما راحنا إحنا خدام فقط خدام للشعب خدام للراضي هللويا نحن نخد رسالة من أبونا دنحا ونكمل ونبلش بالأخبار معك رانيا لنكمل حلقتنا مساء الخير كاترين أولا أقدم تحية كبيرة لك ولضيفك أبونا دوريد العزيز أخي وصديقي ومنورين الشاشة وتحياتي لأختنا العزيزة رانيا ثانيا أحب أقول لأبونا دوريد ذكرتني بأيام السامينار عندما كنت تعلمنا التراتيل وكنت تغنينا بصوتك الرائع تغنينا بصوتك الرائع ربي بركك ويقويك أخوك أبونا دنحا شكرا أبونا دنحا لكننا بنبلش بالأخبار معك رانيا وكمنا أخوتي راح تيبي عن أكيد أديسون ونورسن عديش راح أرسيلكون ولكن من بعد أخبار رانيا خبر الأول كاترين راح منشوف تأييد البرلمان الأوروبي حقوق الأقليات العراقية بإقامة مناطق للحكم الذاتي الإقليمي فبحسب رئيس فرع أوروبا بحزب الاتحاد السرياني المحامي سارجون حنو أنه هالقرار بيوضع نضال هذه الشعوب على الطريق الصحيح بعد عقود طويلة من الاتهاد والقمع والتهميش على يد الدكتاتوريات السياسية والدينية طبعا هالقرار صدر بعد اجتماعات طويلة مع القادة الأوروبيين منذ زمن طويل وكشف حنو عن اجتماع تم ببروكسل مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي تم خلاله التوقيع على مذكر التفاهم وصداقة بين السريين والإيزيديين أبونا اسمعت بهالخبر أنا عم بس مع أخبار يعني إذا ماكو دلائل على العمل معين احنا ما بنسدق ما بنسدق طبعا إذا أي شخص رحي وصلنا إلى وصلنا إعلام معين أو دعايا نسميها عالتان أو شيء ممكن تنزل على الفيسبوك أو أشياء معينة يبلغون فيها شمال أو يمين إذا ماكو كتب رسمية ودلائل معينة وإثباتات طبعا ما فينا ننشر هذه الأشياء إلا بإثباتات ودلائل معينة نتمنى أنه يكون هذا الشيء إن شاء الله لاعتراض بهذه الأقليات واعتراض بحقوق الأقليات في بلدنا خاصة في بلد يعيش في حكم قانونه وإسلامي ما بيحق للشخص أنه يحقق ذاته ما بيحق الشخص أنه يأخذ حريته الشخصية خاصة بعد القرارات الأخيرة البرلمان العلاق العراقي ترك كل المشاكل وراح على الخمور وكأنه هي الخمور أساسي للمشاكل ونسى بأنه هي منحل أصلي كمية الخمور التي تدخل للعراق ما هي فقط للمسيحيين لكن لكن الكل عم يتعطى الخمور وكأنه في كتاب معين موجود عدم شرب الخمور وكأنه لا يشربون الخمور أنا أصور بأنه يحزبون نفسهم على أشياء أكثر من الخمور طبعا أبونا الأشياء الصخيفة اللي بيأيدوا عليها إن كان لتياب وإن كان الخمور وإن كان يعني تتشوف الإنسان الفارغ من إنسانيته ومن ألوهية الله بحياتنا قداش بيصير سطحي وبايخ يعني واحد إنه إذا قاله ممنوع حدا يشرب خمر مين رح يلتزم يلي بدو يشرب رح يشرب يعني وشو رح يتغير ويا ما بنعرف ناس بيقولوا ما بنشرب هنه إسلام وبيشربوا وصار معنا حادثي سنة الماضي على رأس السنة واحد مسلم من يلي بيتهمونا نحن الكفار إنه نتعاطى الخمر كان سكران وضرب ثلاث عيرائيين بلبنان ساعة سبعة كنا بعد الظهر بعد ما صار المساء عن أي أنون عم يحكوا عن أي عن أي أشياء وتقاليد هنه ممسكين فيها للأسف يعني هالديانات يلي ما بتعرف الله الحقيقي ولا تعليم لكنيسة قداش عم تكون سخيفة بقراريتها يلي هي جد سخيفة وسطحية بنظرها طيب رح ناخد رسالة من أديسون باقتر منورين مادام كاترين أنت وضيوفك الله يخليك ويحميك قبل الأسبوع جانا 30 عائلة كنا 30 عائلة أجاهم رفض وهذا الأسبوع 130 عائلة أجاهم رفض إلى متى يا رجال الدين خليكم نسكرين أبواب السفر بس إحنا مستحيل نرجع على العراق لأن إحنا المسيحيين ما ضل عنا شي حتى نرجع وين نرجع الدمار والحراء والحراك الحراك ما بعرف شو أصدق ورح يجي يوم الله رح يحاسب كل واحد يسكر أبواب السفر بوجنا مرسي كثير كثير يا أحلى مادام كاترين أنت عم تساعدين العراقيين الله يخليك ويحميك تحياتي أديسون باقتر أي أبونا شو ليش الكنيسة عم تمنع السفر يعني أنا بسأل هل في دليل معين على أنه الكنيسة منعت السفر لشخص معين قبل يعني أنا مبارح كان أبونا يوسف من لبنان سمع الخبر نفس الخبرية على أنه في رجال دين في رجال دين بأنه اتصلوا بشخصيات معينة ما بعرف من وين يعني هو كلام لأنه ما في دليل أنا بدي واحد يقول لي شخص الفلاني سمع من الشخص الفلاني يقول عن طريق الشخص الفلاني بالسفارة معينة أنه منعوا جانا رجل دين بطرك ربما ما بعرف إذا بيسمعوا البطرك أو المطران ومستحيل يسمعون لأنه هاي دول وعدها قوانينها عدها نظامها الخاص هل راح يسمعوا من بطرك بس اسمعنا بردو بين هيلالين أنه أحد البطاريكا العراقيين تأقرموا في لبنان خلونا نجرب نعمل لهم إقامات ونقعدهم بلبنان يعني هاي كلمة بطرك ممكن ومسجلة وطلعت على العلن مش من عنده يعني هل يترى أنه واحد مقتنع بهالموضوع هالبطرك اللي مقتنع أنه العراقيين يبقوا في لبنان أولا ما زار ولا واحد بأرضه ما زار ولا واحد بعائلته تأعرف ظروفه ولا يعرف إذا مظبوط هالعراقي متأقلم ولا لا يعني هلأ هيدا من ضمن الأسئلة يلي جيتك يعني خلالها بس أنا نزلت مبارح أنه حضرتك معنا وأنا كنت حكيت قبل أكثر من الناس بعثوا فهل يترى يحق لبطرك أنه يحكي عن اسم شعب ويقرر مصيره أنت عم تقول أنه ما حدث معه بس هي هين قيلة الجملة أقوله يمكن على لبنان لكن هل هون عن 150 عائلة حسب ما بلغني أبونا يوسف من 1200 عائلة في لبنان يريدون يسافرون إلى دول أخرى لكن يجي رفض لمية وخمسين وليس 130 عائلة حسب ما عنده هو الدليل نعم هو الدليل عنده وعن طريق السفارة هو مبارح كان بالسفارة أبونا يوسف سقط زار السفارة وحبي يلتقي مع السفير منعه وطرده بره قالوا ما عندنا سماحية إلا تأخذ موافقات أو تأخذ حجز هو ليش رح يحكي باسمه هو لأنه سماح ما باسمه لا هو راح يشوف هالكلام اللي أطلق على اتهامات اللي أطلقت على رجال الدين أنه هم اللي حرضوا أو منعوا السفر خارج لبنان عن طريق السفارات هو قالوا له إحنا ما ما رجل دين له علاقة بهذا الموضوع إحنا عدنا قوانين وأنظمة أكو أشخاص نقبلهم أكو أشخاص ما نقبلهم حتى قبل أو بعد مئات السنين إحنا عدنا أنظمة معينة هم يختارون أشخاص معينين وهذا الشيء معروف الشيء اللي صار بأنه كلنا نعرف يعني حتى اللبناني ممكن يقدم لجوء لأي دولة بالعالم طبعا كل إنسان بيحقله فإذن حتى لو البطرق قال بأنه يحق أنه ممكن نسوي فرد يعني فرد طريقة لجعل المسيحيين يعيشون في لبنان وهون أيضا أنا أقولها جدا صعبة لأنه إذا جعلت المسيحيين رحت أجعل غير عوائل هل لبنان توافق على أنه غير المسيحيين يبقون في لبنان وهذا غير اللبنانيين أصلا كمان مطالعة دجة ما أنا على هاي عم بركز أنا على ركز على هاي النقطة إذا هل يوافق توافق الحكومة اللبنانية على أنه يبقوا فقط مسيحيين عوائل يقبلوهم زين البقية العوائل ليش هاي تعتبر ديكتاتورية الحكومة وما رح ينفذوها وما رح يقبلون بأنه فقط المسيحيين وهون أنا أقولك هل يختر البابا قداسة البابا أن يفرض رأيه على الإيطاليين ويقول بأنه يا رئاسة الإيطالية أريد كل المسيحيين الموجودين في الشرب تأخذون الإيطاليا بابا نفس يقدر جاوبيني أكيد لا لأنه في دولة بالنتيجة هل ممكن يكون هو هل المسؤول يعني إذا البابا أخذ على إيطاليا عشرين عائلة حطهم بالفاتيكون هلأ قدر يمون لأنه بالفاتيكون يعني وأخذ منهم إخوان المسلمين ليفرج المحبة الكبيرة للقلب المسيحي كيف بتكون بس هل يترى هل البترك أو البتركين المسؤولين أو الكهنة إذا نبعتوا رسائل من إبالهم عم يطلبوا من الدول حماية شعبهم بظن أكيد رح يكون في رأف ورحمة بالبلدين إن كان بأستراليا وبكندا أنهم يأخذوا هالشعب من لبنان أو من تركيا أو من الأردن لأنه أنت عم تقول مستحيل هلأ بالوقت الحاضر العودة والشعب قرر أنه ما يرجع في كتير أبونا أنا بشوفهم خلال النهار يعني أو خلال الأسبوع عم يعانوا الأمرين لأنهم قعدتهم بلبنان كلهم عارفين وإنت بتعرف هي ترانزيت يعني لبنان هو محطة ولا يبلشوا حياة يعني شباب وصبايا يلي عم يعيشوا كل النهار من السبعة للسبعة عم ياخدوا عشرة دولار بنهار هيدا الإنسان اللي لازم يكون عم يغني أو لازم يكون عم يدرس طبيب أو لازم عم يكون حيالله عم يحق حياته الذاتية هل يا ترى إذا هال بتاركة عملوا طلب استرحام للدول معقولي ما يسمعون هلا الدول أنا بأقولك يعني الدول في عنده قوانين في عنده عنظمة ما في عنده شيء اسمه استرحام هم عدهم نظام وقوانين كلنا بنعرف إذا في ألمانيا شخص وقع أو في أمريكا أو أين ما كان إذا شخص وقع على الأرض ممنوع أي شخص آخر يمس لأنه رح يتهم بأنه هو الذان فبالتالي لازم يتصل بالإسعار تيمتضر شيء يمكن نصف ساعة تيجي الإسعار هيدا عم بيباوع فيه بده يرحمه أنا يمكن إيده مكسرة سنة ما في أشيله لأنه هيدا قانون فإذا إحنا راح نمشي بالدول الغربية ما تعرف شيء اسمه استرحام تعرف شيء اسمه القانون والنظام وهذا القانون يمشي بطريقة وبطريقة أخرى نحاول يعني أنا أشوف أنه وجود وجود الناس في لبنان هو أرحم بكثير من وجودهم في يمكن عنكاو وقربيل ليش لأنه نحكي بعدين بعد لبرايك ليش معلي لنأخذ برايك نصلي نحن وياك من كنيسة الطاهرة هالكنيسة يلي كنقلنا الشرف والفرح أنه زرناها منصلي نحن وياك هالترنيمة عنجا دعونا نتأمل بالقربان يلي كان بوقت على هالمذبح ونجا نكمل نحن وياك نشكر ناس جذية خالقنا إلى اسمي كونك اعطيت لنا يا رب هذا سرّك دائم دائم نطلب لا تجعلنا فعيدين عناك ما نعطينك ما وهب إلى رسل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة وكيف حرقين كنيسة الطاهرة هالكنيسة يلي تعمدوا فيها كتير من الأطفال وبلشوا حياتهم يعني ما فينا لكم قديش كان الوضع هلأ تحت الهواء بيوجع نحن وعن نحكي مع أبونا درعيد يلي كلنا تأثرنا أبونا وانت كمان بذكرياتك يلي راحت مثلك مثل اكتر ومين قال الأبونا مش من الناس ومين قال إنه ما عنده إحساس مثل مثل إحساسكن بالقهر والدمار والعذاب يلي شايفة مثل ما قلت أبونا ما بقى في شي بيستاهل بهدنة نعم الشي اللي شفناه بخلال هالأيام يعني كانت جدا موجعة يعني بصراحة وقت اللي رجعنا على قرقوش يعني شفناه كثير مؤلمة يعني أول ما تدخلين على قرقوش شوفين مستشفى مهدمة ساحة مهدمة داير الكراهبات مهدمة المدارس المناطق الحكومية المراكز الحكومية ومن تروحين خاصة للبيت من شخص يكون هكذا فرحان ورجعت على قرقوش وبيبتلي الدموع وتحسين بأنه دموع ريحة قرقوش طيبة قرقوش نفس قرقوش أرض قرقوش ومناطقنا كلها سهلين لكن من توصلين على البيت تحسين بصدمة لا طبيعية وقت اللي تفتشين على صورة تفتشين على صورة ذكرى أو أي شيء ذكرى بالبيت وتكون محروقة يعني أنا وقت اللي دخلت على قرقوش في قرقوش ومحروقة كلها كنت عم بأمشي على الرمات دا أمشي على الرمات أذكر يعني هناك أنت حط مثلا شهادة تخرجي هناك أنت حاطت سيديات اللي صنعتها هذا كان الستوديو هنا أتلمس كتبي اللي كنت أقرى بيها من فلسفة ولاهوت وعلم النفس وموسيقى وكتاب مقدس صرت أتلمس كل مكاني ووقت اللي حرقوا كل كتبنا اللي كانت صايرة رمات رمات شوفين كتاب كل أسوت رمات تبحثين عن وجه شخص معين صرنا صرنا أي شخص يشوف صورة فيها صديقه يبعث عن طريق الفايبر يصحب الصورة ويبعث له عندي صورتك هيداك بيفرح وكأنه شاف الدنيا كلها نعم ابونا خلينا ناخد اتصال أحلاما نطر العالم على الخط ألو السلام عليكم يا هلا مين معي مع السلمان من قطر نعم مع السلمان من قطر حضرتك عم اتبعنا نعم اتبعكم تفضل أشكركم عن الامج يا هلا وشو بتحب تقول عن بردرجنا شكرا برنام الجيل وحلو ناجح نعم نعم مع السلمان من السعودية من قطر أوك سبب من قطر أوك يا أهلا فيك سلمان شكرا لألك على متابعتك لألنا لأتبعكم نعم يا هلا أوك شكرا لكل اللي اللي يتابعون أكيد إن شاء الله نقدر نتوصل نحن ويكون جربوا وقتا تبتكن تحكم معنا هحكونا من التليفون وخففوا صوت التليفزيون رسالة من أنيتا غانم من نورين عزيزتي كاترين بيحميك ويطول بعملك ويخليك إلنا نورتنا يا أغلى أبونا دوريد ونورت لبنان يا أطر يا طيب ربي قويك وسلامي الإيراني وسلام خاص لأحلى أبونا دوريد تحياتي أنيتا غانم تحياتي أنيتا سلام الراب يسوع معكم ومحبتي وسلامي لك كاترين ورانيا سلام يسوع معك حبيبي أبونا دوريد نطريك لتعلمنا قداس في القلاعة سعد دنحا إن شاء الله إن شاء الله إذا أراد يعني حتى نزور صورة صيدة وقلاعة إن شاء الله بلكن نقدرنا عمل الفرشي في القلاعة إن شاء الله رسالة من غيداء كمان بتقول أحلى وصف منك يا أخت كاترين للقرارات السخيفة التي تصدرها حكومة العراق وفعلا الإنسان الذي لا يعرف الإنسانية هو فارغ وسطحي عندي سؤال مهم جدا لرجال الدين المسيحي بصورة عامة هل يستطيع أي منهم أن يدفع إيجار لمسكن في لبنان ألف دولار بالشهر ولمدة سنتين كيف يقبلون على أنفسهم السكوت على هذه المأساة التي يعاني منها المسيحي في لبنان أو الأردن وإلى متى وكيف لا يوجد رحمة في دول الغرب وهم يهتمون حتى بحقوق الحيوانات المشكلة أن رجال الدين تعودوا الصمت والسكوت على المأسي يعني ما نقدر نقول بهذا الكلام بهذه الطريقة لأنه وقت اللي طلعنا من مراطقنا يعني والكل يعرف أنه خدمات اللي كانوا يقدموها الكهنة ورجال الدين المسيحيين بالخصوص يعني لشعبنا ولحد الآن يعني ما زلنا متواجدين بين شعبنا ما زلنا متواجدين في كل المناطق يعني وين ما راحوا الأهل كنا نروح بعضهم بكاهن أو كاهنين وكنا نقدمهم يعني الحكومة ما مدت يد المساعدة نهائيا مساء اللي كان لازم الحكومة هي اللي تعملها ما عملتها أمنتها الكنيسة إلى حد ما ما أمنتها الحكومة لكن أمنتها الكنيسة بطريقة وبطريقة أخرى يعني المواد الغذائية اللي توزع على الشعب الملابس المواد الصحية المواد الطبية بعض المبلغ البسيط من الإيجارات أو بعض البيوت اللي يسكنوها كثير من الناس وكانت على حساب الكنيسة صح صح طبعا أنا أقول بأن الكنيسة إذا في طريقة وبطريقة أخرى ليست عادلة يسوع وقت اللي يسألوه وقت اللي يسألوه بلاطوس وما هو الحق أش كان جواب يسوع يسوع ما جواب ولا كلمة لأنه الحق هو مسألة ممكن أقول عليها أيضا نسبية لأنه كل شي بالحياة الحوب والصدق والإيمان وكل أشياء هي نسبية فبالتالي حتى الحق هو مسألة نسبية يعني أنا لو أسأل أي شخص منه أسأل أي شخص هلأ أنت كاترين كم صبي عندك؟ نين نين أنت عادلة بيناتهم؟ أكيد لا لا طبعا لأنه في حدا بتعطيه قلم الثاني ما بتعطيه قلم حسب الظروف حسب الظروف مرات للصبية بده مثلا مكياج هيدا ما بتعطيه مكياج هيدا بتعطيه مبلغ معين الكبير بده موبايل أصلا أبونا يعني معك حقبل عم تقوله لأنه برضو الكنيسة منا هي الدولة بضو ولا يعني قد ما بتعطي رح يضل يبين فيه نقص لأنه ما عنده مدخيل مثل مدخيل الدولة والعراق بلد كبير وشعبه كثيف وين كانت الحكومة يعني وقت اللي الحمد لله والشكر كنا لرجال الدين بالكنيسة بالكنيسة نحتضنهم ومواد غذائية وهي الأشياء طبعا الشعب بده كل الأشياء يعني بده تحرقيله تسع عصابة وبيقولك بالأخير في عندك أصبع ما حرق ما بدنا أبونا ما بدنا نتهجم على الشعب اليوم أبدا بس هايدي الإنساني هايدي الإنسان هايدي حالي أبونا لك أنا مبلوم للناس وقتا عم يطلبوا لألك ليش أولا بحاجة لا صحيح ما حدا بيطلب إذا مش محتاج تانيا الكنيسة أم يعني الولد وقتا بيبكي ويقع بيصرخ يا أمي وأنت أصلا 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 أنت تسع مناطق عم تخدمها أنا يعني التسع مناطق وبعد فيل الأصبع العاشر نعم يعني عم نخدم في عدة أماكن وبنحاول بقدر الإمكان لكن مع هذا الناس بحاجة دائما بحاجة بحاجة لأن خسروا كتير أبونا خسرت الناس خسرت كتير طيب خلينا نكفي مع أخبار رانيا ونرجع لك تفضلي رانيا رح نستعرض هلأ كاترين صور عن كنيسة مارئد الرسول بكارمليس طبعا هايدي المنطقة مارئد داي أبونا منقول ولا مارئد داي مارئد داي نعم بكارمليس تفضلي هالصور من هدير طبعا المنطقة كارمليس هي منطقة مسيحية بسهل نينوى حررت كمان عن طريق الكوات العراقية المسلحة مثل ما عم نشوف من خلال الصور ادير حرق من الداخل مش بالكامل ولكن عم نشوف مثل ما قال أبونا دريد مستقصدين المذابح يعني أف أبونا هايدي الكنيسة اللي مطفون فيها أبونا رغيت نعم هي كنيسة هايدي هوا هايدي أنا زايرتها الكنيسة خلف هذا المكان هو قبر أبونا رغيت أولا لا أنا زايرتها بالألفين وتسعة نعم موجود هون أوف ها الدمر الموجة منطقة مسيحية بجدارة ناس مؤمنين بكل إمكانياتهم كانوا أشخاص بسطة فلاحين ما لهم عداوة مع أي شخص معين المشكلتهم حاملين اسم المسيح هايدي حال كل الإيرائيين بطبقوا بيتوقع نعم نعم خليني خد كمانا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا مين معنا سعد دردر يا هلا تفضل استيس سعد كيف أبونا؟ أهلا سعد أشلونا؟ دقيت أبونا باشي ناي دقيت أهلا الحمد لله كليه خزين الحمد لله تسمح لنا بسؤال؟ تفضل تفضل كنت انت بقرقوش قرقوش محروقة نعم أجلت نسبة النجاح في يعني الشفاء فيها يعني نسبة الشفاء فيها عشرين بالمئة واش تنصحنا احنا الموجودين هلا بلبنان؟ أنا ما أقدر أنصح أي إنسان ولا أنت تقدر تنصحني ولا أي شخص ولا قناسة البابا ولا البطرييرت يقدر ينصحك ليش؟ لأنه أنا إذا اليوم إذا اليوم قلت لك مثلا روح سافر إلى أستراليا قلت روح تسافر إلى أستراليا ولا سامح الله أحد أولادك صار بي شيء أو بيك شيء تراح تقول سوج أبونا دوريت أو البطرييرت لأنه خلاني أسافر وإذا أنا قلت لك ابقى في قرقوش أو في عنكاو أو في لبنان ولا سامح الله صار لك شيء راح تقول سوج أبونا دوريت لأنه قال لي هذه النصيحة غير المفيدة فبالتالي هذه المسألة هي حرية شخصية حرية العيش حرية الأكل حرية الملبس حرية هذه حرية شخصية أنت تقررها مع عائلتك وماكو أي واحد عليها سلطة عليك شكرا أستاذ سعد شكرا حبيبا شكرا شكرا عافوان أستاذ يسعيكم معكم ويخفف عذابكم بغربتكم والهجرة اللي أنتو فيها كمينا منروح معك بالأخبار رانيا رح منشوف الأب طارق عيسى جميل هالأب كان عنده رأي رح منشوفه نقره خوفي على مستقبل الكنيسة في عنكاوة وبقية الكنائس هو أن أجد فيها بنايات كنائس بلا مؤمنين رجوع النازحين إلى قراهم الهجرة المستمرة عمل الجماعات الإنجلية العثو الفتور في وسط المؤمنين البعض من الأصاقفة مشغولين بالمشاريع وآخرين بالصراعات طبعا هيدا رأي الأب طارق عيسى جميل أبونا طارق هو حل حل كل الكهنة أكيد هالدمار يلي عم نشوفه هيدا اللي بيوجع كمانا بس ولكن أبونا طارق كان عم يحكي متل ما عم يحكوا كل الكهنة يلي مؤهورين على أنه كنيسهم صار فيها كتير غياب أبونا بلبنان حتى في ناس تركوا كنيستهم وتبعوا الكنيسة الإنجلية لأنه لقوا حدا يطعميهم لقوا حدا يدفع عنهم فواتير الاستشفاء أكيد هالواجع الموجود بقلب أبونا طارق موجود بقلب كل كهن وقتا بيوصل بيلاقي أنه الكنيسة الكبيرة وفارغة من المؤمنين الناس عم تروح تتجه إلى الخمر تتنسى عذابة وتستسلم للضعف البشري إذا بدنا نقول وناسية مع هوني عن جد بديقول أكبر تحية لألك أبونا تحية لأبونا طارق وأبونا دنحا وكل الكهنة يلي عن جد بينزلوا على أرض الواقع وبعيشوا مع الناس واسمحوا لي هون قول الله يسامح الكهنة اللي موجود بلبنان يلي راحوا لعنده هيدا أبونا طارق عم نشوفه يلي راحوا أبونا ناس لعند أبونا هون بلبنان أبونا نتجوز قالوا الأحد ما فيي هيدا نهار عطلتي نهار راحتي يعني ديمكن أنتوا اللي عم تشتغلوا هالقد بحق للرب بعد في ناس عن جد عم يشوهوا صورة الكهن الرسول المسيحي يعني أنا بعرف بدك الدافع أنا لا أنا بحب يعني النقطتين لازم نحط النقاط على الحروف لأنه أنا صح أبونا طارق اللي شي يقوله لكن أنا أسأل أبونا طارق هل فقط في عنكاوا هذا الشي عم يصير أكيد لا أكيد في كل دول العالم طبعا أنا شفت في ألمانيا شفت في إيطاليا نفسها وحد الفاتيكان طبعا أنا راحت حد الفاتيكان شفت ناس بأشكال غريبة عجيبة بيبيعوا أي شي من أجل الخمر أو المخدرات أو المخدرات وما بيهمهم للفاتيكان ولا أي شي فإذا ما فقط في عنكاوا أنا أحب النقطة هون ما فقط في عنكاوا هل هو عم يحكي لأنه من عنكاوا يعني مأهور على المطأ اللي هو فيها طبعا وأنا ما وين ما رحت انقهارت طبعا وين ما رحت في أي مكان هذا لأنك خدم أمين على الرسالة الكنسية نعم نعم المسيحية منتشرة في كل دول العالم راح نشوف أشخاص مثل يهودا إذا كان من ضمن الـ 12 نعم مع يسوع المسيح بذاته شخص اسمه يهودا نكروا وباعوا فكم بالأحرى بهالمليارات الموجودة في العالم لا فقط في عنكاوا نعم خلينا كمان ناخد اتصال أبونا نعم مرحبا ستكاترين أهلا وسهلا مين معنا معك فارس أهلا فارس تفضل حضرتك على الهواء كيفك ستكاترين نعم أهلا وسهلا فيك وبيضايفك أبونا الدوريد وأخي ترانا يا هلا أهلا أهلا بارس اسمها رانيا رانيا ليش انت عنده مشكلة باسمك العراقية رانيا نعم اهلا بارس ما بفرحنا رانا ولا راني يا ستكاترين نعم الله يخليك بكفي وجع علب بكفي وجع علب يا ستكاترين نعم أبونا شو بيحن طيب هو بيقول أننا ما فينا نوصي ما هو راعي والراعي بيقول الرعية تبعه يا ستكاترين نعم لو أنا ابني عمل شي غلط أو ابني بده شي ما بنصحه يعني هون يعني لازم نعرف أنه إحنا العراقيين إحنا العراقيين إحنا الضيخة إحنا كثير متعذبين بلبنان وكل العالم بيعرف وضعنا بلبنان وبتركيا وبأردن نعم بكفي يا كاترين على العذاب اللي إحنا بنشوفه وبكفي يجي حدا من من الآباء الكهنة أو من الرعية أو من المسؤولين بيحكي بالشكليات وبيحكي بالشغلات اللي ما بيتقدم ولا بتأخذ يا ابونا دريد أنت لو عندك ابن صار في عنده مشكلة أو صار عنده فالشيء يعني إذا كان إيجابي أو سلبي تنصحوا أو ما بتنصحوا أحنا هلا أبنائكم أحنا أبناء الكنيسة يا ابونا أحنا كشعب ما بنفر بين الكنيسة الكاثوريكية والأرتدوكسية والكلدانية وغيرها فهمونا فهمونا ساعدونا مو بتحكونا أنه ما بيطلع فينا شيء لا بيطلع بيتكم كل شيء بيطلع بيتكم كل شيء وقت الأنت بتتخلوا وترجعوا للرب يسوع كيف أخذ الشعب تبعوه وخلصوه وحطوه لبر الأمان احنا بدنا بر أمان ما بدنا غير شيء يا أبونا ما بدنا يطلع حدا يقول أنه ما فينا شيء وأحنا ما فينا أقوله ايو روح لإستراليا وإذا ما كنت في إستراليا شو اللي رح يصير ما الإنسان بيموت وين ما كان بيموت بإستراليا بيموت بلبنان بيموت بالعراق بيموت بأي مكان بس احنا بدنا ننأمن هلأ واحد يموت أحسن ما بيموت عشرة يا أخي وصل لحال بالدول المهجرة فيها العراقين حال مأساوية يا أخي لا في دراسة لا في تعليم تأخير في التعليم تأخير في الدراسة تأخير في كل شيء احنا بدنا حال إضافة إلى الظروف المأساوية اللي بتصير اللي ما بتنحكي حتى صعب انه نحكيها حتى على الإعلام لو بتكون نحكيها نحكيها أوك في دعارة يا أخي والله في دعارة هلأ يعني الصعب يعني انتوا بتحليونا نبكي يعني لا شو بحاطه ألا نعمل ما بعرف لا انتا تقدم اني ما بيعرف ان اكلم ا حكي في عراقه مرباني اذا ما اصدلك Sarab- لدينا اسم جيدا له هوطلك اوصلك الفكرة اوصلك الفكرة اننا الان تحكم هتنا لا ارد للعراق اخي انا اتفكر وونا اننا ارجع للعراق انت شو عطبك للغرفة المنت Barbvin وونك انبطب중ه او كسر صورتك و باعة دفوترك و تجد من کسر السيد is wak بس او انت شو تجد وتر تتد tercer باعت حيش والاقتباين تصبوها للغرفة وتبعد بيها طبعا أنت تمشي بالشارع ما ترح تتعرف منه هذا الجي شعن يمشي بهذا الشارع تبلك منه أخي الله يخليكم الله يخليكم إحنا في حال ما أساوي إحنا ندافع المسيحيين بكل مكان فارس فارس اسمعني فارس فارس اسمعني فارس اسمعني فارس فارس لحظة فارس لا يسمعني فارس اسمعني فارس انتقاري كتاب المقدس قل لي هسا رجع لي العراق وهذا المسرح تاك أرجع للعراق خليها موتاني بس أهلي خلي عيشوا يعني مو في المشكلة اوكي فارس خيه فارس صدركم والحكي اللي حكينا اوكي فارس اسمعني 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 ايه اكيد 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 عم يتابع اه عم يتابعني فارس انتقاري الكتاب المقدس صح ستقول ان شاء الله ايه او لا ما عرض كتاب المقدس هو اكبر نصيحة موجودة بالكون هذه هي نصيحة وهي حييتنا ايه النصيحة ما بيها شي يعني يقول احبب الرب كما تحيب افعل بالناس ما عرضت من افعل لا تقتل لا تزل ما هي كتاب المقدس فاذا ما يكون نصيحة اعظم من نصيحة الكتاب المقدس انا اسألك سؤال ثاني هل انت مسيحي راح تقول نعم انا مسيحي المسيحي يعرف اوتوماتيكيا سيتطهدونكم يقتلونكم سيدفلون على وجهكم سيبهدلونكم يعني بالمعنى الحرفي فاذا المسيحي اللي يريد يكون مسيحي يعرف بانه راح يبهدل راح ينوكي القتل راح ينظر وين ما كان انا اذا بيتي حرق سأرجع وابشر وويل لي اللي لم ابشر المسيح الحقيقي ما هو ابونا ريد مكان يرتاح بي وين قال يسوع المسيح ابحثوا عن اماكن ترتاحون ايه هلأ فارس عم يحكم الميل هلأ يقل المسيح اذهبوا وبشروا وتلمذوا وعلموا جميع الممعمدون بسلاف والابن دورنا كمسيحيين ما هي نبحث عن مكان نرتاح به او نشوف الابونا سوونا فرض منطقة او نقعد كل نرتاح بيها واي نرقص دبكة او نتقاتل على مودة ريشتخقة ريشتخقة يعني كذا يعني يعني ما هي المسيحية المسيحية هي موت كل يوم المسيحية هي بهدلة اللي ريد يبقى يبقى اللي ريد يبقى خليه يقول ما ريد أبقانا بالمسيحية المسيحية هي موت كل يوم وقتل هي تحمل الام يسوع المسيح هي احملوا صليبكم كل يوم احملوا نيري فوقكم انتم نور العالم وين رحنا النور النور رح يبقى يم النور اذا شمعتين مع بعضهم ما مفيدة لكن اذا واحدة من عندهم راحة الظلمة راحة ضوة ضوة فاذا احنا لازم نفهم انا لو عندي ابن يقول انا كل الناس اولادي انا ما اطعم خمس اطفال انا اطعم كل الناس اللي موجودين في عدة مناطق انا من اتلفل ما اتلفل على عائلتي انا من اتلفل على منظمة معينة او جماعة كاريتاس او جماعة المحبة اتلفلهم تحصل مواد غذائية ومواد طبية ومواد فتحت مستشفى انا في منطقة ما بها مستشفى فتحنا مركز رعوي في منطقة ما بها مركز رعوي عن طريق الاتصالات وعن طريق التليفونات خدمنا في كل المناطق وهذا ما نقول خدمنا هي حياتك وظيفتنا هي من اشيائنا تركنا كثير اشياء في هذه الدنيا حتى نلتزم بخدمتنا لأولادنا كلهم اللي يقولون بابا ابونا نعم فنحنا بالتالي نعم ابونا نعم نصيحتي هي انه اقرأ كتاب المقدس والكتاب المقدس ايش ما يقول لك اعمل بي هذه نصيح لكل المسيحين ما نحتاجي نصيحة اليوم نعم خلينا كمان ناخد اتصال مرحبا اهلا بدي عزبك اسمعنا بس من الهاتف بليز مرحبا اهلا و سهلا فيك مين معي هاني من السويد اهلا يا هاني تفضل كيفي انا بالخير وانتو سلم على ابونا اولا نعم اقول له انا ابن اخت البير ابونا اوكي وبيدي اقول له هالشخص اللي الاخ اللي سابقا طلب من من ابونا او من الكنيسة نساعده في كل شي اكيد الكنيسة اي ام احنا نقول اوكي لكن هل الام تقدر تطع دائما مش دائما اكيد لا تقدر الدر حليب دائما لا لا لازم احنا الطفل يساعد الام في كل شي يعني احنا ما دائما نساعدنا نعم الكنيسة نعم الكنيسة ايضا محتاجة الى احنا نساعدها نعم اليمان المسيحي يقول احنا مسيحيين المسيح قال انتم خراف من الذئاب مم ليش احنا خايفين نعم صحيح هاني انت كيف وصلت على السويد نعم كيف حضرتك وصلت على السويد وصلت السويد او بزمان انا صلت السويد ايه يعني عن طريق عن طريق كنيسة او عم جهود شخصة اهلي يعني اي نعم عم بسمعك رحت عن طريق الكنيسة او بمجهود شخصة حضرتك لا 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 جيت واحدة انا جيت عادي وبعدين اخذت اقامة وصحبت عائبتي وانت عايش بالسويد ما هربت من الواقع لا لكن لو حكم لي ربما أبوكي ملكي أكيد ما كنت أترك بلدي وأنا هلا خالي هو يعرفه أبونا كله زيان أبونا البيع وهو يمكن أكبر كاهن موجود في الكنيسة الكندانية وأكبر مؤلف في الكنيسة الكندانية ومترجمة أيضا عنده مؤلفات ما تستغنى عن الكنيسة كلها نعم يقول أنه كمان هو مؤلف كتب مترجم مترجم عفوا أعرفت هو يعرفه أكيد إذا لم تدرسه فأعرف بلا بلا أعني أفضل أقول أنا ما أمتحني أبونا البيع لكن أنا أقول يا أبونا البيع هو يكون أستاذ كل الكهنة الكاثوليكية نعم أستاذ هاني أنا أريد أشكرك لنفسح مجال بعد للإتصالات البقية أريد أن أقول هذا الأخ لن يتحمل المسيحي يتحمل إذا لم تكن مسيحي خلي تركي مسيحي وخلص ممكن يقول لك ليش أنت فليت على السويد لازم ترجع تتحمل شو رأيك شو ممكن يقول لك هالأخ فارس يلي اتصل يقول لك رجع وتحمل ليش رح تعتب السويد ما كل الأوضاع اللي أنتوا فيها إن كنتوا ببلدكم أو كنتوا بالغربة أو كنتوا باللبنان كل واحد وضعه صعب لألف يعني أنا بفهمك بفهم أبونا دوريد و بفهم واجع العالم كمان يقول لك الموحدة الإيمان المسيحي ينشر في كل المكان طبعا نحن بالسويد يصور أن نحن مرتاحين لا نحن نحن أنا هيدا اللي بدي أوصل تقوله لا تعرفيش أختي أنا بالسويد أصعب إنهم هم يعرفون وين عدوهم نحن نعرف العدو نعم نحن لازم ننشر المسيحية بأوروبا حلو لا تقتلون أنهم مسيحية نعم ضد المسيحية نعم نعم هللويا الله يحميكم وتقدروا عن جدة برهنو عن مسيحيتكم وينما كنتوا اوكي رانيا كمان نرجع معك للأخبار طبعا كاترين من ضمن حملة توثيق الدمار رح منستعرض صور دمار الكنائس هي اللي ما رأوا اللي قطعوا أثناء الحديث عن الأب طارق طارق رح منشوف هلأ الصور عن دمار الكنائس والبيوت والمنازل في مختلف مناطق سهل مينوى طبعا الدمار موجع وكبير كيف قبل وبعد داعش يعني شو حلو هيك تاريخهم رح يكون ببصمات عار وذل واجرام عن جد ما بفهم انا كيف رح يكون يوم ما حياتهم ومستقبلهم أكيد هني ما بيقامنوا لا بالأيام ولا بوجودهم أمام رب العالمين يعني هالدياني اللي بيقولوا هنو الله أكبر بس هالالله اللي عم يحكوا عنه ما بظن بيعرفوه للأسف هالشوارعي اللي كانت تحمل الحياة والفرح يعني نعم نحن مضطريين مشاهدين نمرق هالمشاهد تنساعدكم لا توثيق الدمار والنكبة اللي حلت بس هالنينوى خلينا كمان ناخد اتصال هالو هالو مساء الخير مساء النور مين معنا نيحا مين معك أهلا أركان تفضل مساء الخير لأيلك ولأرانيا ولأرانيا مساء الخير بدنا نقلك أولا الحمد الله على سلامتك إلك لأنه عمل تفتيت حصاب الكلي الحمد الله بالسلام كان كلش موجوع ومن خلالك أركان من فريق الرسل الصغري اللي بيساعدوني وباسمك واسم فريقنا كلنا بدنا نقول كمان حمد الله على السلامة لعزيز يلي كمان اليوم أجرى عملية بعينه وكانت رح تنطفي للأسف فحمد الله على سلامتكم اتنيناتكم والله يحمي كل العراقيين وين ما كنتوا تفضل أركان الله يسلمكم الله يحب كاترين بعد سنتين ألو ألو أركان بدي عازبك ترجع تتصل فينا بليز لأنه نقطع الحاطب نكمل مع كيران يوم أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن اقتراح لحفظ التراث المهدد بالعراق وسوريا بمركز محفوظات عم يبني مطحف اللوفر حديثا بشمال فرنسا وتحدث هولاند عن مركز محفوظات ليفان هالمركز الحديث والذي سيكون أول مهامه تخزين محفوظات التراث المهدد بالعراق وسوريا نعم طبعا من ضمن إطار هون ضرورة التوثيق كل شيء عم بصير وما بعرف إذا هو هذا شيء إجابي ولا سلبي نعم خلينا أخذ رسالة سلام الرب معكم معك لوران جوني رسالة لكل مسيحي العراق لا تحزنوا مهما فعلها مصيرهم أزبلة التاريخ وصليبنا سيبقى شامخا وأجراس كنائسنا سترن في كل مكان وزمان رغم أنوف الأعداء سنعود يوما ونبني بيوتنا وكنائسنا مثلما بنوها أجدادنا برافو لوران تحية كتير كبيرة لألك ولا كلامك الرائع كمانا بدي أخذ رسالة غادة من دهوك أحلى لقاء وأحلى برنامج الرب يسوعي قويكم ومنورين ونورتم الشاشة وبالتوفيق يا أطيب ناس ربي يباركك كاترين ويبارك الأب العزيز الغالي أبونا دوريد تحياتي لك يا غالية وللأب دوريد والعزيزة رانيا غادة أنطون من الدهوك غادة شكرا لك اشتقنا لك كتير تحياتي لأبونا سمير أبونا سمير حامس اليوم دوري تبعتلي صورك أنت وأبونا دوريد اليوم أنا وأبونا دوريد رح نوقف مع روبرتاج عن تحرير عائلة أنا وياكم فرحنا فيها كتير وإن شاء الله ما يبقى ولا أسير وإن شاء الله المطارين الأرثوذوكس إخوتنا يرجعوا رعاياهم إن شاء الله كل مفقود بيرجع شبريكم نرجع لكم أنا اليوم شاركت بفرحة خلاص عائلة مسيحية من تحت بطش داعش اللي هما مسيحيين من أهل برطلة أخواننا وأهلنا نحن نشكر جهود كتفهمك وابتسامتك الحلوة نحن فخر إلنا فخر إلنا وهذا يبشر بأنه فعلا نحن راح نكون إن شاء الله يوم الخلاص من داعش نعم شكرا نحن في داخل مخيم خازر مع نقيب عصام اللي ساعدنا ونقيب خالد اللي قام بإجراءات جلب عائلة نازحة لسبب دخول قواتنا إلى الموصل من حي السماح من حي السماح هي أختنا جاندارك بهنام منصور ناسي وابنها الشاب اسماعيل إبراهيم اسماعيل إبراهيم متى كنون من برطلة هي أختنا مقرأ قويش من بيت ناسي من زوجة من برطلة أرملة هي وضاقة الآلم أكيد راح نسوي بها تحقيقات ولقاءات حتى توضحنا الألم اللي صادفها بتحويلها من برطلة إلى قولجلي أو إلى حي السماح يم قرب الإذاعة تلفزيون نشكر الله كلها النتائج نشكر كل من ساعدنا بأن نوصلها إلى العنكاوة حتى تاخذ هواء الحرية وهواء الفرح ونتمنى سلامة وننصر لقواتنا البطلة حتى تضحر الطغاز وبعد ما يتفجهون إلى عراقنا عراقنا لأشرافه عراقنا لمبدعي عراقنا للأحرار أمين هللويا أمين أكيد نشكر استيسة طلال وسارة من حاملات الطيب يلي معها الطيب عم يحملونا أخبار طيبة وعم بيبرموا بالمنطقة ونسمع أخبار كتير حلوة وتحية ليوسف قطة يلي بالفعل بالفعل عم يعطينا روبرتاجات وأخبار وفيديوهات عم نوثقها نحن كمانا بيع حلقاتنا وكمانا رائد لبو شكرا كتير لألك رسالة شلمال لخست كاترين في البداية أقدم تحياتي لك ولكل العاملين في البرنامج الرائع وللأب دوريد بربر وللأخت رانيا وأقول يا أبونا مشتقين لكل الذكريات الجميلة التي قضيناها في إذاعة صوت السلام ودار ماربولوس والسامينار والجوقات لا أعرف كيف أعبر عن محبتي لبغديدة ولقرانا ولقرانا المسيحية لقد فرقونا وأصبحنا نشطاق لأبسط الأشياء ولكن الرب لن ينسانا فنحن أبناء السلام وسنحمل السلام أينما ذهبنا في كل أنحاء العالم محبتي وصلاتي لكم جميعا ربنا يقويكم في رسالتكم الإعلامية ويعطيكم العافية أخوكم ميعاد باكوس أنا ميعاد تحياتي ميعاتي أنا كمان أبونا بدي أحيي وأنا أحيي على تكوين الجوقة الجديدة في الأردن حاليا هو مسؤول جوقة في الأردن حيي وعلى شراعهم الأردن الجديد للجوقة ملا أنا كهية نمتابع التفاصيل لا لا متابع الشباب كلهم متابعون الحمد لله أنا كمانا خلينا كفتح هللين وقول كنت أجمل أيام وقتا استضافتني واستقبلتني عندك بدار مربولوس أشكرك يعني ما بنسى ما بنسى الأيام الروعة اللي عشتها عندكم ببغدادة وكنت جارة إذاعة صوت السلام تحية لصائب داود تحية لأستاذنا مرود لبيداء لأمل لكل اللي بالفعل اشتغلوا بإذاعة صوت السلام إن شاء الله أكيد في كتار ما فينا أذكرهم كلهم يعني كأمونا تحية لأخ بولوس اللي يعني معرفنا فيك وكثير نتشرب بوجودك معنا دائما كاترين لأنه حضورك دائما في العراق حضور مع العراقيين أنا شوفه أشياء متميزة أنه كل إنسان يمد يد المساعدة على أمل أنه تصير القيامة لهذا الشعب إن شاء الله في يوم الأيام ونشكرك على كل الأشياء اللي عملتيها يعني كبرامج كريبورتاجات كمثل كليبات أو مثلا تراتيل معينة أو قصص مثل سميها أفلام معينة توثيقية مثل قصة ماربهنام اللي كنت حضرتك مخرجتها فأكيد كانت أيام رائعة وما بنسى نشكرك ولا أنا خلينا ناخد اتصال ألو ألو سليم المسيح بقلبك إختي يا هلا بين معي معك مؤمن بيسوع المسيح أهلا وسهلا أيها المؤمن قولي عمرك تفضل أنا عندي كلمة بحب وجهها إيه تفضل نحن منقول الله يهديهم ليعرفوا خلاص انفوسهم أعبد فويت لأوين صحيح والله قال ما قال طول ولا بدين من الأديان الله قال لا تقتل وأحب الرب بكل قلبك ونفسك وروحك وأحب قريبك كنفسك نعم ومن اللي نشفهوا على حاجكم وعغيركم أعمل ما تدخلوا النار الأبدي والدود الذي لا يموت وقبل أن يوصد الباب فهناك البكاء وصريف الأسنان صحيح طوبوا عن القتل وأحبه بدل الانتقام وانضعوا الكورنة والحسد والغيرة التي ستؤدي بكم إلى النار فهناك البكاء وصريف الأسنان صحيح شكرا أنا اللي بدأ أشكرك كتير وإن شاء الله هيك صوتك يوصل ويعطي هيك الدعم القوي لكل المسيحيين يلي موجودين بديئة معينة معك رانيا الفلوماء العلاثة لتعرف على الاعتبار متعرض له الشيعة والسنة والشبك إبادة جماعية طبعا هون السؤال الكبير والمسيحيين أين هم؟ أين هم من هذا القرار يعني مرحبا شو أبونا وين إني؟ مش عين أنه في مسيحية بالعراق دخلك؟ لا هايلي بتثبت أنه إحنا مسيحيين هاي بتثبت بأنه مسيحيين يا ويلة عطول عندك جواب دفاع أنا بقول مش موجودين ولا بد أقراهن خليهم بيحكم مثل ما بدون وإحنا بنطبق كلام المسيح وعلى هذا الأساس إحنا ماشيين إني ما رح يفتهموا كلام المسيح لأنه ما قروا هم كلمة الله بعيدة عنهم أما كلمة الرف عندنا علينا أن نؤمن بيسوع المسيح علينا أن نكون شمعة حتى وهذه الشمعة ذابت وحتى لو هذا الملح ذاب لأنه يسوع دائما يشبهنا بالنور ويشبهنا بالملح نحن نعرف راح نذوب بين هذا الكون لكن لا بد أن نعطي طعم صعب أنا ما أقول هذا الكلام سهل باريس لأنه شفتك قديش مؤثر نعم نعم يعني كلام مش هين على أنه كلامه راح يطبق كنا نتصور بأنه حياتنا المسيحية يوميا عندنا ثلاثة عراس وأربع عراس في عمان مناطقنا بس يمكن ما كنا منتظرين هذا اليوم لكن كلام يسوع راح يطبق وليريد يعيش المسيحية خلي يعيشها ما يريد خلي يشوف له غير مكان غير طريقة حتى يعيشها حياة المسيحية هي اضطهاد هي ذل هي نعم هي ما هي عليه اليوم نعم هي هي الحقيقة المسيحية مساء الخير والمحبة يا غاليين منور أستاذي وأبونا الغالي دوريد نور الشاشة وربي قويكم وينطيكم الصحة والعافية اشتأت لك كهوية أبتي الغالي ومستقل الأيام التي قضيناها سوية ربي يحفظ سيد كاترين الوردة على كل شيء شكرا تتقدميه لنا تحياتي لكم وللعزيزة رانيا داليا المروكي تحياتنا تحياتنا داليا في هون شاب كنت عم بقراله بعتلي أنه عبيلون مش عبيلون بدون نحظة في حدا بدو أنه نعمل مظاهرة أنا بقلكون كتير صعب نطلع مظاهرة بلبنان طلبتوا مني ما عم بلحق ارجع اقرأ كل الراسية لأنه آه يحي أبو إيهاب مرحبا سيد كاترين أنا عراقي وساكن بلبنان ونريد نطرح فد موضوع نريد نسوي مظاهرات سلمية ونريد مساعدتي كويانا ونريد نتصل على القونوات ونوصل صوتنا إلى كل العالم شنو الإجراءات اللي نسويها كتير صعب تطلع مظاهرات لأنه انتو عراقيين ما لكم حق وجود بلبنان انتو إليجل بلبنان أنا جربت كذا مرة أن أحكي مع حدا بالدولة اللبنانية إذا فينا نطلع مظاهرات ولكن هالشغلة مستحيل كمانا بدي أشكر كل الأشخاص يلي عم يكتبون لنا راسية للأسف ما بقى معنا كتير وقت هاني أندريا بيقول مثلا محبة والفرح كل الحب إخواتي العزيزات كاثرين ورانيا وضيفكم المحترم بس أحب أقول شيء صغير عمر الوطن مكان أرض أو مكان أو وطنك يكون حيث يكون قلبك وإيمانك والمداخلة الأخرى الإنسان بصورة عامة والمسيحي بصورة خاصة من حقه أن يحلم بحقوق عيش مثل باقي البشر ما له علاقة موضوع الموت بالمسيحية بالحقوق والمقاومة الرئيسية للعيش من اللاحرب ومن السلام ومن كل شيء يعني الملحد من حقه يعيش بسلام شعله بباقي المسيحيين مثلا الموجودين بالمكان الذي يعيش فيه في حال تهجره حقوق العيش كبشر هذا احتياج إنساني لا يحتاج لأي تبرير أتوقع أن نحتاجه كمسيحيين اليوم بالعالم الرجوع إلى الإيمان الحقيقي بكلمة ربنا يسوع المسيح والمفروض أن تحن علينا الكنيسة بكلمة طيب خاطرنا لا نحتاج خطبات رجالات الدين يختارون لنا حياتنا نعرف كيف نقرر كيف نقرر اللي نعرفها اللي نعرفه أننا بحاجة لكلمة طيب خاطرنا من الكنيسة هو مخطط لحياتنا اللي احنا حابين نعيشها كل الحب شكراً شكراً يا هاني وأنا حابة جيوب على هاني ممكن بس بسرعة أبونا لأفيك بعد كم شغل لكن كلمة المسيح ما عندنا كلمة خاصة بنا كلمة هي كلمة يسوع المسيح أولاً وأخيراً نعم مرحبا كاترين سلامي إلى كدر البرنامج وضيوف الكرام سؤال شنو دور المطرنية الكلدان في لبنان بالنسبة للعراقيين حالياً وشكراً لكم جزيلاً يعني ولا أنا ولا الأبونا فينا نجاوب شو دور مترنية الكلدان يعني أنا عم بقرة يلا خليني أقرأ لكم شو بدي أقلكم يعني مرحبا الحق سلاحي وسأقوم ثانياً هذا المتصل اللي يريد يروح لأستراليا خليه يروح ويولي لجنة الدنيا ويخسر جنة الخلد التي وعدنا بها المسيح إحنا باقين غصباً عنهم والمسيح ما لا رح تنذلون وتقتلون والمسيح قال لازم رح تنذلون وتقتلون من أجل اسمي وهذا شرف لنا بس صدقي رح نثقر لأبناء بلدتنا وبقوة السلاح نحن لن نهزم ومنع ومنعطاء الدم كنت بتمنى تقولونها وضغري بغديدة 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 باقية طبعاً بغديدة باقية وكل العالم باقي وكل المناطق باقية مع أخر خبر رانيا معك تفضلي مع أخر خبر وفريق رسل الصغار يلي وزع الأسبوع الفائت مئة حصة غذائية وحفظات للأطفال وثياب طبعاً هلأ رح نستعرض الصور بعد الصور عن فريق رسل الصغار يلي قام بتوزيع الحصة الغذائية في لبنان هون بدي أشكر أكيد جروب الفيحة يلي قدم ألف ومئة وخمسين دولار جبنا فيها حليب وحفظات للأطفال وبشكر كل الرفقاتي والشباب والصبايا يلي تبرعوا بيث ثياب لأهلنا الموجودين بالعراق دايماً هالصور يمكن بتشكل شي بشع عن بعض الناس ولكن نحنا شفافية لا عملنا مجبورين نمرق كل هالصور وبالعكس لازم تكونوا فرحنين إنه في ناس حتكن آخر رسالة مرحبا مادام كاترين سلامي إلك ولأبونا دوريد أبونا دوريد لماذا تصدرون الأحكام من عندكم من قال لكم أننا في لبنان حالنا أحسن بالعكس حالنا أسوأ هنا في لبنان الرعاية الصحية معدومة الإجارات غالية مساعدات معدومة وأوجور العمال قليلة جداً فلا تحكموا علينا أبونا دوريد أكيد مش عم يحكم على حدا بدي أعتذر منكم مشاهدين اللي عم تدقوا هلا ما بقى فيني خلص الوقت بدي أستوضعكم سلام المسيح ابن دوريد هيك على السريع شو بدك تودعنا؟ أنا بدي أول شكراً على ذا اللقاء اللي كان سريع عن جاتسي عم بص مرة وما حسين ما حسينه بالوقت كان بدي أحكي أكثر كان بدي كم كنا نحتاج لتوضيح بعض الأمور أكثر لكن دائماً الوقت هو ضدنا علينا أن نعمل أنا أشوف ما نحكي الوقت الحكي راح الوقت الحكي مكتوب كله بالكتاب المقدس موجود بالكتب الفلسفية واللهوتية والنفسية والاجتماعية والموسيقية كله هذا موجود علينا اليوم أن نطبق هذا الكتاب أصور عندنا شغل كثير بحاجة إلى أنه كل الهدايا اللي يعطونا إياها أهلنا وأبائنا أجدادنا أن نبلش نفتحها بالعمل ما فقط أنه نحكي عنها هدية حلوة طيب افتح الهدية وشوف راح أشرح يطلع لك لأنه المستقبل هو مبهم علينا أن نفكر بالأسوأ ونعمل الأحسن هللوية أنا كنت بفتكرة راح تقول أنه راح ترجع معنا مراتين بالحلقة الله يستمعك أكيد راح ننترك مراتين واتترجع على لبنان رانيا شكرا على كل أخوارك لمحضرتين مشاهدينا أنا بحترم أراءكم وبيحترم عذابكم وأفكاركم وحتى أبونا دوريد يعني بيعرف كتير منيح تحت الهواء شو كان عم يحكي أراءنا أكيد نحنا مع الإنسان الموجوع وينما كان أنه نحمله بي صلاتنا وبإيدينا وتأكدوا تأكدوا راح نوصل سوا بإيمان كنيستنا وتعاليم إنجيلنا إذا حفظنا وحملنا وعشنا تحية كتير كبيرة راندا ومايكل بدي لكم مبروك راح تتجوزوا يوم الأحد وإن شاء الله نشوف صوركم بحلقتنا الجاية بدي استودعكم سلام المسيح لكلكم وإلى اللقاء ونبقى دايما بالعراق أونلاين ترجمة نانسي قنقم ترجمة نانسي قنقر